الحقيقة أنه نحن نحتاج بشدة إلى ثقافة وأدبيات الاعتذار من المعتذر ومن المعتذر إلي إخوة يوسف بعدما تبينت لهم الحقيقة وانكشفت الأمور كان عندهم شجاعة الاعتذار وهذه النقطة الإيجابية الأساسية وبعد ذلك الاعتذار أمام واحد يملك قرار الحكم عليه وحاكم وكمكن يحاكمهم بأثر رجعي فهم ملكوا ثقافة الاعتذار وهو ملكة قوة وشجاعة العفو بس حقيقة بعض الناس يقول لك أصروا ده سيدنا يوسف ودول أصباط وده أبوهم يعقوب وجدهم إبراهيم وإحنا بشر عاديين أنا والله شيخ سلام دكتور حاتب لما بشوف مشهد سيدنا أبو بكر في العفو على مصطح ابن أثافة أول ده شيء صعب على نفس البشر لا يقل عن تصرف يوسف العفو عنه ورب العزة لما يخاطب سيدنا أبو بكر ولا يقتلي قولوا الفضل منكم واستعى الإمام الرازي يقول الرب الجليل تعالى وتقدس يخاطب الصديق بسرقة الجامعة ولا يقتلي قولوا الفضل يخاطب سرقة الجامعة يا أصحاب أنت أصحاب مش أنت صاحب الفضل يا أصحاب الفضل ولا يقتلي قولوا الفضل منكم والساعة أيوه تقول القربة ثم يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم فيمسح هذا الأمر من نفس الصديق ويرجع له الراتب الشهري كما كان فيه يبدو مشكلة يبدو كل اللي بتدي راتب شهري بيعمل مصطحة ده متكرر في أصحاب الراتب الشهري نموذج نموذج إخوة يوسف نعم وهم يقولون نحن أخطأنا بوضوح بدون لف ودوران ونموذج يوسف ويقول لا تسريب عليكم نحن عفونا بهتين بهتين الطرفين بهتين الجملتين تحل كل المشاكل نعم وتلتأم الأسر ويلتأم الشمل وتعيش البشرية حياة سعيدة مخطئ اعتذر لا تنهد الدنيا إذا اعتذرت بعض الناس يمنعهم الكبر من الاعتذار فيخطئ ويبرر الخطأ ويتمسك بيتمادة فيه وبعض الناس يعتذر إليه فلا يقبلون الاعتذار ويحملهم الكبر على رفض الاعتذار ورفض المصالحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اشتركوا في القناة